ونناقش في هذه الحلقة الأونروا تحذر من خطر انتشار فيروس كورونا في مخيمات اللاجئين في لبنان مع نقص الاحتياجات الأساسية تأجيل المفاوضات بين روسيا والسعودية بشأن النفط يثير المخاوف من استمرار حرب الأسعار أهلا بكم تفشي وباء كورونا يتسارع في لبنان لكن التهديد الذي يطال اللاجئين الفلسطينيين والسوريين يبدو كبيرا إلى درجة قد تحوله لمأساة إنسانية جماعية قد تسحق مليوني إنسان دفعة واحدة فما هو واقع الحال الذي يعيشه هؤلاء اللاجئون ومن يقف لنجدتهم وسط ظروف الفقر والتمييز وماذا يمكن لمؤسسات الإضافة العربية والدولية أن تفعل تلافيا للخطر فوق كل المحن المتكررة وظروف العواز الشديد وسياسات التمييز يواجه ملايين اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في لبنان تفشي وباء كورونا وهم بلا حول ولا قوة ولا سند حتى لك أنهم يقفون أمام مأساة جماعية أخرى ليست أقل هولا من مآسيهم السابقة ولقد جربوا الكثير فهم إما ورثة ضحايا مجازر وحشية أو أعمال تشريد أو حروب وظل الفقر وشضف العيش والحرمان من أبسط المستلزمات الحياتية رفيقا دائما لهم يعيشون في مخيمات لا تتوفر لها الخدمات أو في منازل مهترئة ولا يتمتعون بأي شكل من أشكال التأمين ويعيشون بالدرجة الرئيسية على مساعدات وكالات الأمم المتحدة الشحيحة ومع اكتشاف المئات من الإصابات في لبنان فإن تفشي الوباء بين اللاجئين يبدو خطرا محدقا وبحسب تقديرات رسمية فإن هناك 174 ألف لاجئ فلسطيني ولكن التقديرات تقول إن العدد الفعلي يبلغ قرابة 500 ألف أما اللاجئون السوريون فتقدر أعدادهم بنحو مليون ونصف المليون لاجئ أقل من مليون منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبالنظر إلى افتقار المخيمات إلى شبكات الصرف الصحي وإمدادات المياه فإن مخاطر تفشي الوباء أعلى فيها من أي مكان آخر وبالتالي فإن معدلات الوفيات المتوقعة عالية أيضا وتقول هدا سمرة المتحدثة باسم وكالة أونروا في لبنان إن القلق الرئيسي هو انتشار الفيروس في المخيمات الفلسطينية المكتظة حيث إمكانية اعتماد إجراءات العزل المنزلي ضئيلة ولا تتوفر مستشفيات خاصة لرعاية اللاجئين كما أن المستشفيات اللبنانية نفسها لا تتوفر على أسرة كافية لرعاية المحتاجين الوضع البائس الذي يعيشه اللاجئون الفلسطينيون والسوريون في لبنان لن يحتاج إلى وقت طويل حتى يتحول إلى وضع خطير ولكن هات من يلتفت إليه موسيقى أرحب بضيفي من بيروت مشاهدينا بعد الترحيب بكم الدكتور محمود العلي منسق مركز حقوق اللاجئين عائدون دكتور محمود أهلا بك لو تضعنا في صورة حياة اللاجئين الفلسطينيين وكذلك حتى السوريين في لبنان كيف يعيشون وسط هذه الأزمة أزمة كورونا التي تهز العالم؟ طبعا هناك قلق شديد لدى اللاجئين الفلسطينيين بما يتعلق بأزمة كورونا ولكن في الميدان الحمد لله حتى اللحظة الراهنة لا يوجد إصابات في المخيمات الفلسطينية في لبنان هناك حالة واحدة لشاب فلسطيني هو خارج المخيمات وليس من أبناء المخيمات إنما الإشكالية تحصل بأن المخيمات هناك اكتظاث سكني فإذا حصل وأصيب أحد ما فأن هذا مؤهل للتوسع بشكل غير مسبوق على أي حال إن هيئة الأمم المتحدة اللغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين للأونورواء تهيئ أماكن لحماية الأفراد الذين يمكن أن يكون لديهم ذلك في أكثر من مركز وبالتحديد في مركز سبلين للتدريب في حال أن هناك اشتباه في حالات ما فهم مستعدين يستقبلوه حتى يعزلوه عن الآخرين وحتى لا يتنتقل العدوى طيب دكتور محمود دعونا نعود إلى المعلومة الأولى التي طرحتها بأنه لا توجد حالات إصابات كم هذه المعلومة دقيقة ويمكن التأكد منها؟ هل خضع القاطنو المخيم إلى عمليات فحص مثلا؟ طبعا الأونورواء مستعدة لإجراء عمليات فحص لكل شخص يشعر أن لديه الكورونا وليس لأي شخص يريد إجراء فقط فحص عادي وحتى الآن لم يصل للأونورواء أي حالات جديدة أو أي حالات فعلية فيها مرض الكورونا لأن الأونورواء طبعا وبالتعاون مع وزارة الصحة اللبنانية وكذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني وهذه الأجهزة الثلاثة هي تتعاون في محاولة أن لا يتفشى أي نوع من هذا الوباء في المخيم الفلسطيني لأنها في تلك اللحظة لن يستطيع التمسك به طيب في هذه النقطة تحديدا تقول أن الأونورواء وكذلك الجهات الرسمية في لبنان مستعدة لإجراء الفحوصات لكن السؤال هل ذهب أحد من هذه الجهات إلى المخيم لإجراء فحوصات هناك لأنه قد يكون هناك حالات إصابة ولا تعلمون بها طبعا هي تعود للأفراد العايشين في المخيمات حتى يكون هناك صورة في كل مخيم المخيمات يوجد هناك مركز صحي للأونورواء والأونورواء رغم إغلاق كل المراكز الآن التي لها طابع تعليمي وتدريبي وغير ذلك إلا أن المراكز الصحية مفتوحة في كافة المخيمات وهم لديهم استعداد لاستقبال أي حالة تشك بأن يكون لديها وبالتالي تجري المتابعة مع الدول اللبناني ومع الهلال الأحمر الفلسطيني لاستقبال هذه الحالات واليوم تحديدا مستشفى الهمشري أعلن استعداد لاستقبال أي حالات مصابة بالكورونا وهم جهزوا الوضع بذلك إضافة كما ذكرت سابقا أنه سبلين ولكن سبلين للحماية الوقاية وليس للعلاج طيب تتحدث عن الاستعدادات ما هي طبيعة هذه الاستعدادات إذا وقعت حالات إصابة لا سامح الله الاستعدادات حالات الإصابة هي أن يتقدم الأسرة أو الفرد إلى الأوروى ويتم بالتعاون بين الأوروى ووزارة الصحة معالجة هذا الأمر وكذلك لأنه هناك في اتفاق مع مستشفى رفيق الحريري الحكومي لاستقبال مثل هذه الحالات وبالتالي الأوروى هي المسؤولة وأن نكون صريحين أما الأطراف الأخرى فهي تشجع اللاجئين الفلسطينيين وخصوصا هيئات المجتمع المدني على متابعة هذا الأمر وتوضيح مخاطره وأنه إذا كان في أي أحد في الأسرة فليجري متابعة ذلك عن طريق عدم السكوت عليه لأن هذا ممكن أن ينتشر طيب تتحدث عن مستلزمات العلاج والوقاية ما هي الطاقة الاستيعابية إذا وقعت حالات عدد الأسرة أجهزة الأكسجين التي هي طبعا في أزمة في كل العالم نعم هي في أزمة في كل العالم ولكن بالنسبة كما ذكرت مبدئيا هناك استعداد الاستخبال حالات معينة كما ذكرت إما في سبلين للحماية وإما في مستشفى الهمشري ولكن طبعا لا يتجاوز الـ 24 حالة في البداية أما إذا توسعت أكثر من ذلك فهذا يصبح موضوع بده معالجي على مستوى أوسع وهناك بعض الاتصالات بالصير أحيانا مع السفارة الفلسطينية التي أبدأت استعدادها لدعم أي مشاريع لحماية اللاجئين الفلسطينيين من الكورونا طيب في الظروف الصحية التي يعيشها اللاجئون في المخيمات تعرف أن النظام الصحي متهرئ وهناك مشاكل بيئية كثيرة هل من جهود لتعقيم هذه الأماكن لحملات توعية وتثقيف؟ نعم هناك في مبادرات من الجمعيات العاملة في الوسط الفلسطيني الجمعيات المدنية تقوم بتعقيم في بعض المخيمات وهناك أيضا لأنه ما حصل كنتيجة لأحداث الرهنة هناك الظروف الاقتصادية أصبحت أكثر صعوبة لأن اللاجئين لا يقومون بالعمل وبالتالي فهناك في مبادرات في بعض المواقع مثل مخيم نهر بارد مؤخرا في بعض الإخوان في أبناء مخيم نهر بارد اللي بالخارج بعثوا مصادر تمويل لأهاليهم في المخيم وحصص غذائية توزع على الأهالي والأورو أيضا بدورها هي تجهز حصص غذائية توزع ولكن المشكلة في الأورو أنها توزع على حالات العسر الشديد وبالتالي هناك مطالب من الاجتماع المدني التوسيع بيكار التوزيع للحصص الغذائي لأن ما يتناول الآن هو ليس فقط حالات العسر الشديد إنما مختلف مكونات الشعب الفلسطيني في المخيمات طيب هنا في كل العالم إجراءات متبعة التباعد الاجتماعي العزل الإغلاق هل هذه الإجراءات تسريف المخيمات؟ هي في البداية صراحة لم يكن أبناء المخيمات يشعرون بهذا المخاطر وكنت تجد مثلا في مخيم شتيلة أن مجموعة من الشباب في مدخل مخيمهم يجتمعون وبالتالي أصبح هناك حراك من بعض الفصائل الفلسطينية ومن بعض هيئات المجتمع البدني لمنع مثل هكذا حالات وتوزيع الأفراد ليعودوا إلى منازلهم ولا يكون هناك تجمعات خصوصا مع تسايد الإعلام حول مخاطر الكورونا وهل يمتلكون بالفعل مساحة تتسع للتباعد الاجتماعي؟ نحن نعرف أن المخيمات يتكبس فيها اللاجئون بالضبط أنا أتحدث عندما كان يكون هناك مثلا في مقهى في المخيم أو يكون في نادي أو تجمع للشباب في مداخل المخيم هذه كانت تجمعات أما في البيوت فلا يستطيعوا أن يقوموا بأكثر من أن يبقوا في هذه المنازل أما أن البيت يكون مقتض فهذه حالة ممكن أن تؤدي إذا ما أصيب أحد إلى حالة أوسع ولكن كما ذكرت المفروض هناك محاولة لتبيان مخاطر هذه المسألة من قبل توزيع المعايير الصحية التي تشكل مخاطر على اللاجئين الفلسطينيين وهذه موجودة في العيادات هذه العيادات الأمر والتي موجودة في كل مخيم وهو المعايير الخطيرة التي تصاب باللاجئين وفي محاولة لإبراز تعاميم وتدريب وتوضيح لهذه المسائل وهذا قد يساعد في حماية اللاجئين الفلسطينيين ولا نقول أنهم 100% إلا أنها هي محاولات جادة من قبل الأنور ومن جهة من قبل بعض الأطراف العاملة في المجتمع المدني الفلسطيني لأن المجتمع المدني الفلسطيني مثلا في مارلياس نعم تفضلك من الفكرة قطاع الأعمال قطاع كثير مهتري في هذه المرحلة لأن الفلسطيني لا يذهب للعمل كما قلنا ولكن المطلوب كما ذكرت قبل قليل هو مساعدة الناس للعيش وإذا بادر بعض كما حصل في نهر البالد فالمطلوب من كل الفلسطينيين الذين فيه عندهم إمكانيات وهناك في بعض الفلسطينيين الذين عندهم إمكانيات ساهموا في إيجاد بعض المواد الغذائية لبعض أبناء المخيمات ولكن هل تبقى إلى أمد بعيد؟ المفروض يصير في برنامج من الجمعيات الأهلية لمواصلة هذا الأمر هل تمتلكون خارطة واضحة لآلية توزيع المساعدات على الناس وهم بطبيعة الحال فقراء معدمون في المخيمات فما بالك في حالة الإغلاق والتهديد بالمرض الفتاك؟ كما ذكرت قبل قليل أن الأمروى لديها حالات عسر شديد في هذه المسألة من قبل كل الأطراف بما فيها الفعاليات الفلسطينية التي لديها أمكانيات وليس فقط الأمروى لأن الأمروى تطلب الآن 14 مليون دولار من أجل مواجهة الكورونا ولكن الـ 14 مليون دولار هل يكفل لثلاث أشهر؟ هل يكفل لاجئين الفلسطينيين في لبنان وفي سوريا وفي ضف الغربي وقطع غزي؟ لا نعتقد ذلك وبالتالي يجب أن تكون مسئولية شاملة وليس مسئولية فقط توفير الـ 14 مليون لمدة ثلاث أشهر حسب برامج الأمروى طيب ما دور السلطة هنا في دعم السكان المخيمات؟ هي السلطة الفلسطينية أبدت استعدادها للتعاون مع الأمروى في دعم أي مشاريع تتناول مساعدة اللاجئين الفلسطينيين في مواجهة الكورونا وأعتقد في هذا الإطار أنه عندما وفرت موظم تحرير حديثا مستشفى الهمشري لاستقبال كل الحالات التي ممكن أن تشتبه أنها مصابة بالكورونا هي جزء من هذا الترتيب ماذا عن المساعدات الغذائية المادية؟ هل يوجد هذا النوع؟ كما ذكرت قبل قليل الأمروى لديها استعداد أن ترتي مساعدات مادية السلطة الفلسطينية لحد اللحظة الراهنة لم تعلن لم تعلن أنها على استعداد أن توفرها قالت ستساعد ولكن هل هي تقوم بتوفير من طرفها؟ أشك في ذلك لأن عدد اللاجئين الفلسطينيين كما تعرف خمس ملايين ونص خمس ملايين ونص لا تستطيع إلا طرف دولي أن يقوم بهذه المسؤولية إذا ستساعدوا كافة اللاجئين وكافة الأسر الفلسطينيين هنا نتحدث عن اللاجئين في المخيمات في لبنان تحديدا تقول أن السلطة أبدت استعدادها للمساعدة ماذا تنتظر؟ نحن في وسط الأزمة نعم هي طبعا عم أونول نحن الطرف الأساسي المسؤول عن اللاجئين من حيث الحياة الميدانية هم الأونوروة السلطة الفلسطينية تحاول وأبدت استعداد أنها ستساعد وهذا يعود للأونوروة كيفية وضع برامجها لذلك بالتعاون مع المجتمع المدني والأطراف الفاعلة لأنه ربما تعلم أنت أنه في كثير من المخيمات في هناك مراكز صحية في هناك مستشفيات في داخل المخيمات يعني في مستشفى حيفا في مستشفى الشفاء في مستشفى إلى آخره فالموضوع يتجاوز فقط الدعم المادي البسيط أيضا للحماية والوقاية من أي إصابات ممكن أن تحصل في المخيمات وهذه أولوية طيب واضح تماما دكتور محمود هل هناك تنسيق كامل ما بينكم وما بين الخطط الصحية للوقاية أو لمعالجة فيروس كورونا بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية هي أنها خطة موحدة أم أنها خطة منفصلة لا هي الأمر ولديها خطة وهي واصلت اتصال مع الحكومة اللبنانية ومع الوزارة الصحة وأبدو استعدادهم لتفاهم ذلك وكما قلت على هذا الأساس مستشفى رفيق الحرير الذي خصصته الدولة لاستقبال مثل هذه الحالات عندهم استعداد لاستقبال أيضا للحالات الفلسطينية وبالمقابل الفلسطينيين أيضا كما ذكرت قبل قليل لديهم مستشفى الهمشري لاستقبال مثل هذه الحالات وأيضا للحماية التي ممكن أن يصابوا هناك في مركز سبلين للتدريب هذه الإجراءات الوقائية المبادرة التي حصلت حتى اللحظة الراهنة أما بما يتعلق بموضوع دعم اللاجئين الفلسطينيين هي القصة يجب أن تتجاوز موجوه حالات العسر الشديد وهذه تحتاج إلى خطة شاملة تشارك فيها السلطة الفلسطينية وتشارك مجتمع المهل الدني أنه ليس فقط حالة العسر الشديد التي هم مسجلين بالأوروة هم فقط ينبغي دعمهم ماديا ينبغي دعم كل المواطنين الذين ساكنون في المقيمات وفي التجمعات لأن أوضاع الفلسطينيين العملية كثير متراجعة بهذه المرحلة أكثر من المرحلة السابقة أنت تذكر قبل فترة حصل هناك إشكالية حول موضوع قرار وزير العمل عندما حصل وإشكالية فكيف الآن؟ على ذكر قرار وزير العمل ماذا عن الجانب العنصري الذي يتعرض له اللاجؤون بعض الأحيان؟ هل هذا وارد يمكن أن يتعرض له لاجؤون إذا ما أصيبوا أو طلبوا العلاج من سكان المخيمات طبعا؟ كما أشرت أنه لا فيه ترتيبات مع وزارة الصحة أن يستقبل الفلسطينيين مثلهم مثل اللبنانيين في بعض المستشفيات الحكومية التي لديها استداد لعلاج الفلسطينيين والحالات في لبنان على فكرة ليست كبيرة جدا في حدود 400 حالة وبالتالي إذا قسمتها على مستشفيات الحكومية في مختلف المناطق لا يشكلون حالة واسعة أما الفلسطينيين لحد الآن ليس هناك من حالات وبالتالي لن يشكلوا عبء على الدول اللبناني وعلى مستشفياتها في المعالجة طيب سؤال الأخير أتحدث أو ذكرت بأن هناك حالات العسر الشديد هم المشمولون بالمساعدات هل توجد أرقام محددة لهذه العوائل المشمولة بالعسر الشديد؟ طبعا هناك هذه الأرقام موجودة عند الأنر وهم في لبنان يبلغوا بحدود 45% من اللاجئين الموجودين في لبنان وليس المسجلين لأن المسجلين ممكن يكون في طرف من اللاجئين الفلسطينيين خارج لبنان بس الموجودين في لبنان الحالات العسر الشديد تبلغ حوالي 45% من الموجودين في لبنان والذي حسب الدولة كما تذكر نعم تفضل أكمل الفكرة حتى أختم معك هو بال2017 عندما الدولة عملت دراستها حول أحصار اللاجئين الفلسطينيين تبين أن الموجودين بحدود 174 ألف فلنقل 200 ألف وبالتالي إذا كان 45% منهم فهذا عدد يعني ليس ضخمي من بيروت الدكتور محمود علي منسق مركز حقوق اللاجئين عائدون شكرا جزيلا مشاهدين وراء الحدث متواصل معكم من استوديوهات الغد في لندن ونناقش فيه بعد الفاصل تأجيل المفاوضات بين روسيا والسعودية بشأن النفط يثير المخاوف من استمرار حرب الأسعار أهلا بكم أسعار النفط في السوق العالمية ما زلت تشهد اضطرابا عقب تأجيل مفاوضات بين السعودية وروسيا فهل هذا مؤشر على مزيد من التصعيد في حرب الأسعار أم أن الحاجة لمزيد من الوقت لترتيب الأولويات هل الحرب أسعار النفط لها أبعاد اقتصادية فقط أم ثم تعوامل سياسية أيضا وكيف سيكون سوق النفط في ظل ضربة موجعة يتعرض لها الاقتصاد العالمي بفعل فيروس كورونا حرب عالمية نفطية هل وضعت أوزارها أم تنتظر مزيدا من التصعيد في نهاية مارس الماضي انهارت أسعار النفط بعد فاشل موسكو والرياض في التوصل إلى اتفاق بشأن تغفيضات الانتاج في إطار تحالف أوبيكي بلاس تلقت الأسعار ضربة مزدوجة فيروس كورونا فتح جبهة فهوى الطلب جبهة ثانية فتحها فشل الاتفاق مما عزز التراجع بفعل ضخ المزيد من النفط موسكو والرياض تبدلان اتهامات بشأن المسؤولية عن هذا الفشل في هذه الأثناء تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن وجهت الأزمة ضربة لصناعة النفط الصخرية الأمريكية الذي وقفت بعض شركاته على حفة الإفلاس ترامب قال إنه تحدث إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأنه يتوقع أن تخفض السعودية وروسيا إنتاج النفط نحو عشرة ملايين برميل حيث أبدأ كلا البلدين استعداده لإبرام اتفاق تصريحات عززت أسعار النفط فارتفعت بنسبة 30% عاد ترامب ليقول إنه سيفرض رسوما ضخمة جدا على واردات النفط إذا استمرت الأسعار على حالها وأضاف أنه سيقوم بذلك حماية لقطاع الطاقة في الولايات المتحدة مؤكدا أن فرض الرسوم يعني أن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى النفط الأجنبي إشارات من التفاؤل صدرت بشأن إمكانية عقد لقاء بين دول أوبيك والحلفاء من خارج المنظمة وهو ما عزز فرص التوصل للاتفاق في خضم هذه الأزمة اعتبر جولدمان ساكس أن استمرار الوضع على ما هو عليه يعني وصول المخازن والمصافي وأنابيب وناقلات النفط إلى أقصى قدرتها الاستيعابية وهو أمر لم يحصل منذ عام 1998 ما يعني أن النفط المنتج لن يجد سعة أو جهة يقصدها وما زال الاقتصاد العالمي يعاني بفعل الإغلاق في كبرى الاقتصادات جراء فيروس كورونا ما يفاقم هذه الأزمة واستمرار أسعار النفط بمستويات منخفضة تهدد الجميع ينضم إلينا من لندن الدكتور مصطفى بازرقان الخبير النفطي دكتور بازرقان أهلا بك تعجلت كما هو معروف المفاوضات بين روسيا والسعودية وبدأ الاضطراب أكثر في أسواق النفط ثم جاءت كورونا لتزيد الطين بلا إلى أين تتجه في ظل هذين العاملين أسعار النفط في العالم؟ مساء الخير بداية لا بد من الإشارة بتقريركم الوافي الذي منح فرصة للمشاهدين لمتابعة تفاصيل ما حصل نعود ولا بد من التأكيد أنه خلال الساعات القليلة الماضية كان هناك تطورات تطورات باتجاه يعني دفع إلى الوراء دفع ما وصلت إليه الأسعار وأسواق النفط إن صح التعبير يطلق عليه حافة الهاوية شهدنا هناك تصريحات بدءا من كندا كندا صرحت بإمكانها أنه توافق وتنظم إلى اتفاق خفض الإنتاج اتفاق دولي تبعتها أيضا النرويج أكدت ذلك الأهم من ذلك أنه كان هناك تصريحات من تصريحات روسية أنه أشارت إلى أن هناك اتفاق قريب جدا والموقف الروسي بخفض كبير جدا لإنتاج روسيا هذه نقطة تضاف إلى كافة دول أوبك ليست لديها اعتراض بخفض الإنتاج من أزل حماية الأسعار من هذا التدني نعود إلى الكل كان يشير إلى حرب سعرية بين السعودية وروسيا أنا كنت في رأي آخر أن الحرب هي ليست حرب ثنائية هي ثلاثية الجبهات بين أوبك بقيادة السعودية بين دول خارج أوبك روسيا والضلع الثالث من المثلث وهو النفط الأمريكي التقليدي والصخري حافة الهاوية النفط الأمريكي وصلها يوم الأربعاء الماضي كان هناك سعر لبرميل النفط يباع بأربعة دولار لماذا؟ لأنه ليس هناك إمكانيات كما ذكرتم في التقرير لخزن هذا الإنتاج هذه نقطة النقطة الثانية أن شركات النفط الصخري أجبرت على خفض إنتاجها ولذلك حافة الهاوية الآن تنتظر الموقف الأمريكي أنا أعتقد أن هناك مؤشرات على نجاح الاجتماع بين دول أوبك ودول خارج أوبك وهناك أيضا دول ستنظم إلى هذا الاتفاق يبقى الموقف الأمريكي الموقف الأمريكي ليس يسيرا لماذا؟ لأنه صحيح رئيس ترامب الآن في سنة انتخاب ولذلك يحاول جاهدا دعم شركات النفط سواء بتلويح بفرض رسوم على مستوردات النفط الأمريكية ولكن مصافي النفط الأمريكية على سبيل المثال لا يمكنها أن تستغني عن النفط من كندا لماذا؟ لأنها تبحث عن النفط الثقيل لم تتمكن من استيراد النفط الثقيل من فزا فعوضت عنه بالنفط الكندي لذلك لا يمكن هل سيكون موقف الرئيس ترامب يفرض رسوما على بعض المستوردات دون الأخرى؟ هذا هو السؤال ينضم إلينا أيضا من باريس الدكتور خطار أبو دياد أستاذ العلاقات السياسية والدولية في جامعة باريس طبعا عبر خدمة سكايب دكتور خطار أهلا بك في وراء الحدث ما الذي تتوقعه؟ ما الذي تقرأه في الساحة السياسية النفطية الآن من حرب الأسعار وعدم اتفاق ودخول كورونا على الخط؟ هل تتوقع مزيدا من الانخفاضات؟ أمن الاتفاقات الأخيرة؟ التصريحات الأخيرة يمكن أن تنقذ الموقف؟ أحييكم وأحيي فريق العمل في القناة والأستاذ مصطفى وكل من يشاهدنا أو يتابعنا يعني بالطبع هذا التطور كان منتظرا حتى ما قبل زمن كورونا لأن الاتفاقيات للعام 2016 أخذت تستنفذ أغراضها ولأن الجانب الروسي بالذات أراد ربما غزو الأسواق الأسيوية عبر التوسع في الإنتاج أخذ حصة غيره حاول الاستفادة من بعض الارتخاء في منظمة الأوبك ربما أيضا هو الذي أراد الرد على الأمريكان الذين فرضوا عقوبات على خط السيل للغاز الروسي من الغاز الروسي نحو ألمانيا والبعض يقول أن العربية السعودية لعبت هذه المسألة لكن بالفعل العربية السعودية كانت في موقف دفاعي من أجل الحفاظ على حصتها في الإنتاج وعلى سلاسة السوق وعطتها الآن الوقائع حقها التطورات بيّنت بأن الزيادة ستكون كارثية وأتى زمن كورونا ليزيد من ذلك الوضع لم يشأ أحد إذن أن يصل بالوضع إلى ما وصل إليه ومن هنا نعم الجانب التلاتي الولايات المتاحة الأمريكية وغيرها دول مستفيدة كانت ترفض أن تدخل في لعبة التخفيض الآن الكل بشكل أو بآخر أخذ يتضح له أن الوصول إلى حافة الهوية خطر على الجميع ولذلك هناك الآن استدراك سنرى بعد كلام مسؤول السندوق السياد الروسي عن اتفاق قريب بين الرياض وموسكو سنرى النتيجة يوم الخميس القادم أعتقد بأن ضغوط السوق ومنطق السوق زائد الوضع السياسي الذي لا يحتمل زيادة في الكارثة الاقتصادية أكثر من الانكماش الذي يمكن أن يصل إليه العالم يضع الجميع أمام مسؤولياتهم وعلى الأقل يمكننا أن نتكلم عن هدنة في حرب أسعار وكميات إنتاج النفط طيب هذه الهدنة دكتور خطار هل تشكلها هذه الهدنة اعتبارات اقتصادية بحتها أم أن هناك بعدا سياسيا ربما يتجاوز الاقتصاد بخطوات نعم هناك بعد بعد الاقتصادي في النهاية كل دولة كما قلنا تدافع عن مصالحها تسعى لحماية موقعها في سوق الطاقة العربية السعودية مع خسارة أوبك الكثير من الحصص الأدسواك أرادت أن تؤكد على دورها القيادة في السوق العالمية وأنها قادرت دوما أن تلعب في صف الكبار ولن تترك الساحة لا لموسكو ولا لواشنطن لكن البعد السياسي المتمثل بالنداءات ترامب ليس بالبسيط هو على عتبة انتخابات أمريكية ومع أزمة كورونا الوضع يتفاقم بالنسبة له العربية السعودية في نهاية المطاب تجد نفسها محرجة أمام الطلباته كذلك موسكو التي تحاول أن تبرئ نفسها من محاولة تحطيم الغز النفط الصخري الأمريكي ولذلك هذا البعد في العلاقات الدولية لتفادي التوتر داخل هذا التلاتي يدفع نعم للتهدئة أو للهدنة على الأقل دكتور بازرغان هذه التهدئة أيضا كم تلعب الحسابات السياسية دورا فيها خصوصا أن هناك من يقول أن بوتين يريد رد الصاعين إلى العقوبات الأمريكية ما رأيك في هذه الجزئية؟ أنا أعتقد أنه الاقتصاد الروسي بعد تعرضه للعقوبات تأثر كثيرا خاصة أن الرئيس الروسي وعد كثيرا الشعب الروسي بتقديم دعم لمؤسساته وبتقديم وإعادة إصلاح وهيكلة البنى التحتية في الاقتصاد الروسي هذه نقطة النقطة الثانية هناك ميزة قد إنصح التعبير يمتاز بها روسيا وهي هناك قيادة سياسية لديها القرار السياسي وهناك شركات نفط خاصة يعني تختلف عن دول أوبك روسيا لديها قيادة سياسية لديها علاقات دولية لديها علاقات سياسية وجيوسياسية ولديها دور خاصة في الشرق الأوسط قد يكون منافس إن لم يكن إلى جانب الولايات المتحدة ولذلك وضع القيادة الروسية وضع ليس هينا تحت ضغط من الشركات تبحث عن مصالحها هذه نقطة النقطة الثانية لديها أيضا علاقات مع الولايات المتحدة يعني حينما ما يطلق عليه عراب هذا الاتفاق هو الرئيس ترامب لماذا هو كان المبادر في الاتصال بالرئيس الروسي ولا نعلم ماذا وعده وماذا كيف تمكن من الضغط عليه للموافقة والعودة إلى اتفاق مع أوبك هذه نقطة هناك نقطة ثانية وهي أن روسيا تعود إلى اتفاق مع أوبك ولكن الآن هي تنشد خفض كبير جدا في إنتاجها هذه نقطة روسيا عانت من عاملين عامل تراجع أسعار النفط التي وصلت إلى 22 دولارا وعامل تراجع أسعار الغاز الطبيعي يعني الغاز الطبيعي كان قبل ثمانية أشهر يباع بخمسة دولار اليوم يباع بدولار ونصف لمليون وحدة حرارية بريطانية هذه نقطة أساسية ضغطت على موارد ولذلك شهدنا تراجع الروبل الروسي منذ بداية هذا العام إلى اليوم بحدود 32% هذه جميعها تضع ضغوطا إضافة إلى الضغوط الجيو السياسي التي يمارسها الرئيس ترامب ليس على روسيا فقط وإلا إلى كافة الحلفاء طيب دكتور بازرقان كانت المشكلة على مليون ونصف والآن الحديث عن عشر مليون هل يمكن بالفعل القدرة والرغبة والقابلية للوصول إلى هذا الرقم؟ سؤال واقعي جدا وأشكرك عليه حينما انسحبت روسيا من الاتفاق بخفض الإنتاج مليون ونصف لم يكن هناك تهديد فيروس كورونا جاء تهديد فيروس كورونا ولذلك تراجع الطلب على النفط يعني هناك بعض التوقعات تقول أن الطلب على النفط يتراجع في الربع الثاني من هذا العام بحدود 30 مليون برميل هذا هو بمعنى أكثر من 30% من الطلب العالمي على النفط ولذلك حتى مع خفض متوقع بحدود العشر مليون ولكن ليس لأوبك وروسيا فقط وإنما هناك دول ليست تابعة إلى أوبك وننتظر الموقف الأمريكي أيضا قد تكون هذه الكمية غير كافية قد يعاد النظر فيها إذا استمرت لماذا؟ لأنه لحد هذه الساعة لم تحدث ذروة انتشار فيروس كورونا هذه النقطة النقطة الثانية ليس هناك مرحلة زمنية محددة لحد اليوم أين سينتهي الفيروس ومتى سينتهي هذه نقاط مهمة تأخذ بالاعتبار فأنا أعتقد أنه الاتفاق على 10 مليون قد يكون هو رقم فلكي حينما كنا ننظر إليه في أيام السابقة ولكن هو قد يكون جزء من الحل دكتور خطار أبو دياب مررنا بأربعة حروب نفطية هل تبدو لك هذه الحرب في ظل وباء كورونا مختلفة هذه المرة تعطي ميز أخرى تأخذ إلى هذا الجانب أو إلى ذاك؟ بالفعل الصمات السابقة كانت نتيجة تحولات جيوسياسية أو حروب أو أوضاع اقتصادية معينة هذه المرة بالفعل كان هناك بعض الانخفاض في بداية هذا العام لكن مع أزمة كورونا زادت الحدة نحن أمام وضع في كل الاقتصاد العالمي لا سبق لها إلى حد أن فرنسا اليوم تكلمت عن إمكان إنكماش لديها لم تشهده أو ركود منذ العام 1945 نحن إذن في حالة استثنائية تماما توقفت المصانع، توقفت الحركة، توقفت قطاع الطيران الآن بركة الأمل أن الصين مصنع العالم تعود للحركة بينما المشكلة بلد صناعي آخر مهم مثل الهند يدخل في الحجر الصارم بلد صناعي آخر مهم مثل اليابان أعلن حالة طوارئ إذن على الأقل حتى يعني حتى ربما الخريف المقبل لن يعود الطلب معقولا على النفط كل هذا يجعل هذه الصدمة كبيرة ولذلك مسألة التخفيض إلى حدود 10 مليون برميل للحصص يمكن أن يكون الحل المنطقي من أجل إيجاد سعر وسطي ينقذ هذا القطاع ينقذ الأسواق يساهم بعدم شعل الركود كارثيا أكثر طيب دكتور بازرقان أعود إليك اتفاق أوبيك بلس هل يمكن أن بطبيعة الحال يجبر بضغط كورونا أن يدخل طرف ثالث في هذه المعادلة وهو واشنطن كما تلوح موسكو أو تعطي إشارات بهذا الشكل؟ أنا أعتقد واشنطن ستلعب ورقة أنه كيف ستمنح نجاحا لهذا الاتفاق هذا الاتفاق وأنا قلت منذ أيام هذا الاتفاق غير كاف بين أوبيك وحلفائها غير كاف أبدا ولكن قد تخرج إدارة ترامب بحل وسطي بمعنى كما ذكرنا أنه شركات النفط الصخري خفضت 10% من إنتاجها خلال الأسابيع الماضية مجبورة وليس اختيارا هذه نقطة النقطة الثانية حينما تقف الولايات المتحدة موقف المتفرج لا بد أن تتحمل مسؤوليتها ولذلك أنا أعتقد وأقول دائما إن أردنا وإن أراد المجتمع الدولي نجاحا لاتفاق أوبيك وحلفائها لا بد أن يكون الضلع الثالث وهي الولايات المتحدة الأمريكية لماذا؟ لأنه الشركات أيضا متأثرة انخفاض كما قلنا أربعة دولار للبرميل النفط في البيع الفوري في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي يهز هذه الشركات لا ننسى هناك نقطة لا بد من ذكرها إن سمح لي الوقت وهي أنه شركات النفط الأمريكية والبلد أخص شركات النفط الصخري الآن تعاني من تراكم ديونها هناك خلال الثمانية أشهر القادمة لا بد أن تدفع أكثر من 112 مليار دولار جزء من خدمة ديونها هذه النقطة الثانية ليس هناك مؤسسة مالية ولا مصارف الآن مستعدة لدعم عمل هذه الشركات لماذا؟ لأن النفط بسعر متدني لا يمكن أنه يكون له جدوى اقتصادية هذه نقطة أساسية تختلف عن مقارنة بعام 2014 بالإضافة إلى وجود فيروس كورونا هذا العامل الكبير أو هذا العدو الكبير في هذه حرب الأسعار بين الغرماء الثلاثة طيب دكتور خطار أبو دياب حينما نتحدث عن سعر عادل سعر عادل لصالح من؟ لصالح واشنطن؟ بقية المنتجين؟ أم المستهلكين؟ أم أن هناك محددات أخرى؟ يعني السعر العادل في النهاية هو السعر الذي يحدده السوق وهو يفرض نفسه لكن بالطبع كما قلت كل طرف يرى ذلك من باب مصلحته الخاصة بالنسبة لواشنطن نعلم جيدا تكلفة النفط الصخري ولذلك أقل سعر معقول ويمكن الأستاذ مصطفى أو الدكتور بازر كان أن يصحح ليه هو فوق 35 دولار بالنسبة لروسيا في أحوال صعبة من هذا النوع إذا كان السعر بحدود 30 دولار كما بالنسبة للعربية السعودية فهذا معدل معقول العربية السعودية عندها نوع من الحافز أو المحفز أكثر من الدول الأخرى كلفة إنتاج البرميل عندها أقل بكثير من كلفته بالطبع في النفط الصخري وأيضا في روسيا وغيرها ولكن في مطلق الأحوال هذا هو السعر الوسطي المعقول وطبع الكل يفضل أن يكون 40 دولار هذا ربما مع عودة الحركة نصل إليه ولكن في فترة لاحق دكتور بازرقان كما هو معروف بأن الرئيس الأمريكي ترامب بتغريدة واحدة رفع أسعار النفط لحد 30% وهناك من يقول أن الإشارات التي ترجمت من سياسة الرئيس ترامب الاقتصادية بأنه يسعى إلى سعر 60 هل تعتقد أن هذا ما يسعى إليه؟ هو يسعى إلى ضمان دعم شركات النفط لا ننسى أن الولايات المتحدة لها حالة خاصة هي منتج ومستهلك يعني رفع أسعار النفط يفيد شركات النفط الداعمة لحملة الانتخابية ولكن في ذات الوقت لا يفيد المواطن الأمريكي فهو في خط صعب جدا ولذلك نرى أنه يستغل ضغوطه يستغل ضغوطه على حلفائه يستغل ضغوطه حتى على السوق الدولية ولكن بالتأكيد لا بد للولايات المتحدة أن يكون لها دور لماذا؟ لأنه حينما العام الماضي لو يتذكر المشاهد الكريم حينما كانت دول أوبك تطالب الولايات المتحدة بالانضمام إلى اتفاق حفظ الانتاج كان يقول بالحرف الواحد ليس لدي أي سلطة على شركات النفط لأنها شركات خاصة نرى اليوم أنه يحاول الدفاع عن مصالح هذه الشركات هذه نقطة أساسية لا بد أن أخذ منها بالاعتبار وبالتالي رؤية أنه الأسعار وأنا إن سمح لي الوقت دقيقة واحدة سؤالك مهم وهو الأسعار العادلة يعني لو نرى أنه حينما كانت أسعار النفط قبل أكثر من سنة نص ترتفع فوق الستين دولارين يغرد الرئيس ترامب من أجل خفضها وكان يهدد بطريقة أو بأخرى دول أوبك إن وصلت الأسعار إلى 70 دولارا اليوم حينما تنخفض وهي لصالح المستهلك الغربي والأمريكي يحاول أيضا توجيه تهديدات من أجل رفع الأسعار فهذه هي النقطة الأساسية أنه إدارة ترامب تبحث عن مصالحها الذاتية طيب دكتور خطار أبو دياب هنا نتحدث عن المستهلك الأكبر في العالم ونعني به الصين أينه مما يجري هل هناك طرف مستفيد مثل الصين، الهند، ألمانيا باعتبار انخفاض فواتير الطاقة أو ربما تكون هناك أوجه أخرى للاستفادة من هذا الانخفاض نعم هذه الأطراف مستفيدة وهذه الأطراف كما قلت كان هناك مثلا توجه روسي للدخول إلى الأسواق الهامة مثل الصين والهند بشكل أكبر ومن هنا هذه استفادة كبرى لكن الكل يخشى كما قلت على صلة هذا الانخفاض وهذا التحطيم لأسواق النفط بالركود العالمي الذي يرتسم بالنسبة للصين قيلة منذ فترة أنها يمكن أن تنتج الغاز الطبيعي نوع جديد من الغاز من الجليد إذا كان ذلك صحيحا هذا خبر سيء بالنسبة لروسيا التي تعول كثيرا على التصدير نحو الصين وهو من البلدان الكبيرة التي تستهلك الطاقة وهو مصنع العالم نحن إذن أمام التنقضات في هذا الموضوع لكن نعم هناك المستهلك يبقى هو المستفيد حتى إشعار آخر دكتور بازرغان هل أراد الرئيس الأمريكي ترامب عمدا أن يصل الحال إلى ما هو عليه الآن وكل هذا السجال وانخفاض الأسعار ألم يكن بإمكانه أن يتدخل قبل أن ينهار السقف أنا أعتقد أنه لم يكن ينشد ذلك ولكن كان يعتقد أن الأطراف أو حلفائه لن يصلوا إلى هذه المرحلة يعني على سبيل المثال كان هناك موقف سعودي قوي جدا في الدفع نحو حفاظ على حصص الإنتاج هذه نقطة أساسية لم يكن يتوقعها الرئيس ترامب كان يتوقع أنه ممكن المملكة العربية السعودية تغير موقفها ولكن كان موقفا واضحا لماذا؟ لأن من تجاربها السابقة كانت عام 2014 نحت نفس المنحة ولكن الظروف مختلفة في ذلك الوقت كانت شركات النفط الصخري الأمريكي تحوز على ثقة المستثمرين وحصلت على مليارات الدولارات مئات المليارات من الدولارات لدعم عملياتها اليوم أدركت المملكة العربية السعودية أن هناك مشكلات تواجه شركات النفط الأمريكي ولذلك بقيت على سياستها لحينما تدخل الرئيس ترامب حينما وصل سعر البرميل ما يهدد مصالح شركات النفط الأمريكية سواء بالنفط التقليدي أو الصخري هناك نقطة لابد أن سمح لها الوقت بذكرها وهي هناك قد يتفاجئ المشاهد الكريم من هو المستفيد الأكبر من تراجع هذه الأسعار المستفيد الأكبر هم المستثمرون في النفط اشتروا النفط بأسعار متدنية كان هناك اندفاع لشراء شاحنات نفط وسفن لنقل النفط لتخزينه سواء في البر أو في البحر ولذلك ارتفعت شاحنة النفط لنقل مليوني برميل يوميا من 35 ألف دولار إلى 135 ألف دولار هذه قفزة كبيرة لماذا؟ كان هناك اندفاع لشراء النفط بالسعر الفوري والانتظار إلى ارتفاعه هذا هو كان المستفيد الأكبر من هذه الأسعار طيب دكتور خطار أبو دياب هل يمكن القول أن من إيجابيات هذه الأزمة حالة التماسك الداخل أوبيك؟ من إيجابيات هذه الأزمة لا أدري لأنه بعض الأعضاء في أوبيك أخذوا يصرخون الأوضاع بلدان مثلا مثل بنزويلة إيران لها وضع خاص ولكن إيران وكما حتى العراق ودول من هذا القبيل أخذت تعاني كثيرا حتى التماسك داخل أوبيك لم يكن ممكنا على مدى متوسط بتقديري لأن الصدمة كانت كبيرة لم يكن ألا يمكن أن تخطار أن تكون هذه الدول لها وضعها الخاص لأنها تعتمد كليا على النفط وكذلك عانت من صراعات وحروب وعقوبات أيضا؟ بالضبط يعني مثلا وضع العراق والعراق حصل فيه فساد كبير ونهب منذ عام 2003 تروثه وتهدر وضع العراق لا يحتمل أبدا من سعر برميل نفط 20 دولار كذلك الأمر الجزائر إيران بنزويلة هذه الدول تعتمد كثيرا على النفط حتى ليبيا ولذلك هذه كل دول أساسية في أوبيك وحتى دول من خارج أوبيك رأينا نرويج كيف تحركت لماذا؟ ولأن مصالحها مهددة بهذا السعر المسألة إذن على الجميع لكن من خلال المملكة العربية السعودية عندما تحافظ المملكة العربية السعودية على حصصها تحافظ أيضا على حصص الأعضاء الآخرين في أوبيك وإلا سيكون هناك فوضى وعالم أشبه بالغاب في سوق النفط هذا التنظيم لسوق النفط يمكن أن يكون لصالح الجميع إذا تحولت هذه التهديئة إلى نوع من اتفاق عقلاني يخدم مصالح كل الأطراف دكتور مصطفى بازلقان نقول إذا تحولت أو يقول الدكتور خطار إذا ما تحولت إلى حالة من العقلانية في التعاطي مع الأزمة ولكن حتى نصل إلى هذه الحالة كيف يمكن أن نتخيل خسارة الدول النامية وتداعيات تلك الخسارة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وحتى استقرار تلك البلدان بالتأكيد خسارة كبيرة استنادا إلى أرقام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لحد اليوم أن الخسار تصل إلى 4 تريليون دولار اليوم كان هناك تقرير يشمل الدول الأفريقية ويتوقع أن هناك ركود في انتشار هذا الفيروس خسارة كبيرة على سبيل المثال هناك توقعات بفقدان 50 مليون فرصة عمل التضخم سيزداد الأسعار ستزداد هذه جميعها من تداعيات أزمة كورونا وليس هناك أي إمكانية لمقارنتها بأنزمة عام 2008 البعض يقارنها لا يمكن مقارنتها أبدا أزمة عام 2008 شملت المصارف شملت المؤسسات المالية والقطاع المالي كما تفضلت ولكن هذه الأزمة تشمل كافة القطاعات كل القطاعات بدون استثناء ولذلك أزمة حتى اليوم لا يمكن توقع نتائجها وما هي الأرقام التي ستكون هي الأرقام الواقعية من أجل تعويض الاقتصاد العالمي تعويض الناتج المحلي الإجمالي ولكن هناك تقرير أنا أعتقد هو الأكثر واقعية وهي تقرير صندوق النقد الدول الذي قال أنه الاقتصاد العالمي دخل مرحلة ركود بمعنى اليوم أن نحن نعيش مرحلة ركود وقد نصل إلى نتائج أسوأ من ركود أعمق أو كساد دكتور خطار بسؤال أخير حالة الركود أزمة كورونا أسعار النفط حالة الإغلاق العامة في كل العالم هل يمكن أن تأتي إلى مرحلة تعيد ترتيب الأقوياء في العالم من بوابة الاقتصاد؟ يعني بالطبع هذا طموح الصين الصين بشكل خاص تحاول تسويق نفسها من خلال القوى الناعمة وهذا منذ بدء خروجها من طور الصمت في العام 2008 خلال الألعاب الأولمبية في عاصمتها بكين ولكن الصين أيضا إلى جانب طرف الحريج الجديدة ما يسمى مبادرة الحزام والطريق هناك القوى العسكرية الصينية نعم اليوم بالذات كان هناك اعتداء صيني على قارب صيد فيتنامي كما تقول فيتنام في بحر الصين الجنوبي إذن الصين تلعب على كل المستويات الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لا تريد خسارة موقعها كقوة عظمى أساسية هذه الأزمة كشفت سوء الإدارة هنا وهناك كشفت خللا في التماسك الاقتصادي وهزة كبيرة مع نهاية عولمة نهاية نموذج للعولمة هذه العولمة النية والليبرالية بالتقدير انتهت وكل ذلك نعم سيعيد تركيب الوضع ولكن من المبكر جدا أعطاء سيناريو نهائي عن كيفية إعادة التركيب دكتور خطار أبو دياب أستاذ العلاقات السياسية والدولية في جامعة باريس ضيفنا من باريس عبر خدمة سكايب شكرا جزيلا لك شكرنا موصول دائما إلى ضيفنا في لندن الدكتور مصطفى البازرقان الخبير النفطي وأنتم مشاهدينا دائما لكم كل شكر والتقدير على كرم المتابعة اشتركوا في القناة